بالأيام القليلة الماضية كسف الطيران المروحي والطيران الحربي القصف المكسف على قرى وبلدات سهل الغاب مما أدى إلى نزوه أكثر من 25 بلدي في سهل الغاب أدى إلى دمار هائل وخاصة بقلعة المضيق وارتكب المجازر كثيرة ومنها قلعة المضيق أدت المجازر إلى مقتل أكثر من 30 شهيد ومنها أشريع أيضا أدى إلى دمار هائل بالقرى ونزوه غير طبيعي بسهل الغاب وذلك لقربهم من خط التماس القريب من القرى الموالية بسهل الغاب من أبشع المجازر التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين وبالتحديد في محافظة حماء نذكر منها على التحديد مجزرة حماء مجزرة حلفاية مجزرة الفرن الآله الذي راحضها عدد كبير من المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ الذين كانوا يصطفون لاستجلاب الخبز قوة لأولادهم لأن النظام قام باستهداما بالطيران بالصواريخ الفراغية ورح عدد كبير من الضحايا ونذكر منها أيضا مجزرة كفرزيتي الذي يستهدفهم بالكيماوي أيضا لا يجب أن لا ننسى هذا شيء ونرجو من الأخوي بالذات قناة أوريانت أن تنشط في التوسيق لهذه المجازر التي ارتكبها النظام بحق المدنيين طبعا النظام ارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين وأهمها مجزرة الغطا الشرقية حيث ضرب الكيماوي المواد السامة ورح ضعيتها الألاف من الأطفال الأبرياء وما زال مستمر في هذا المسلسل الإجرامي حيث منذ فترة قليلة أيضا مجزرة دومة وأكثر من 125 شهيد وكلهم من المدنيين وما زال يقصف يوميا بشكل عشوائي وسوف نتوقع المزيد من المجازر بما أنه لا يوجد هناك أي رادع أو رقيب ولا حيات المنتنادي للأسف أنا أحد النازحين من قرى سهل الغاب من قلعة المضيق حصرا من آخر فترة النظام قصف قلعة المضيق وسهل الغاب بشكل عام ولكن قلعة المضيق بشكل خاص بشتى أنواع الأسلحة الخفيفة والسقيلة مدافع طيران حربي طيران مروحي حتى القرى الموالية اللي فيها حواجز ضربت قلعة المضيق والقرى المجاورة لها مما اضطرني إلى أخذ أطفالي العشرة والخروج في منتصف الليل واللجوء إلى تحت الأسجار وبالنسبة للمنظمات الإغاسية ما شفنا منهم شيء خالص خالص ترجمة نانسي قنقر